شاب لم يتعود منذ الصغر على الصبر ويريد كل شيء سهلا ويهرب من كل موقف صعب يحتاج إلى حسن تفكير وقوة تحمل تمنى الزواج من ابنة صديق والده صغيرة السن عندما وجدها فتاة هادئة وديعة في المرات التي جاءت فيها مع أسرتها إلى بيت العائلة وبالفعل تم الزواج ولمس فيها حياء جميلة وأدبا رفيعة لم يره في فتاة من قبل عاش معها عدة أيام في نعيم وفي اليوم الخامس تقريبا وبعد أن انتهى الطعام الذي كان ببيتهم فاجأته بصوتها الهادئ أنها لا تعرف أي شيء عن الطبخ فابتسم وقال لها أعلمك فاختفت ابتسامتها وقالت غاضبة لا لن أتعلم حاول إقناعها بهدوء بأهمية هذا الأمر ففاجأته بصرخة مدوية كادت تصم مسامعه وأصيمت بذهول شديد وهو يراها تصرخ بدون توقف فأخذ يتوسل إليها أن تهدأ دون جدوى ولم تتوقف إلا بعد أن هددها بالاتصال بأبيه فعادت إلى هدوئها ورقتها اكتشف الشاب أنها كانت تدعي الرقة والوداع وأن صوتها هذا الذي كان سببا في إعجابه بها كان يخفي من خلفه نفيرا أعلى من نفير أي قطار فسأل والدتها عن أمرها هذا فأخبرته وهي تبكي أن ابنتها قد أصيبت بصدمة عصبية في طفولتها أفقدتها الاتزان وجعلتها تثور لأقل سبب وأن والده منذ طفولتها كان كثيرا ما يعطف عليها ويأتي لها بالحلوة واللعب ومن أيامها وهي تحبه وتحترمه أكثر من أي إنسان آخر غضب الشاب كثيرا عندما عرف أن والده كان يعلم بحالاتها ولم يخبره وقال في نفسه بحزن شديد لماذا فعل أبي ذلك معي؟ وقبل أن يفاتح والده بأنه سيطلق زوجته فورا قدر الله له أن يستمع في المذياع أن رجلا كان يرى أذى كثيرا من زوجته وقرر الطلاق لكن الشيخ قال له توجيه رب العالمين وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كما أخبره أيضا أن الصبر على أذى الزوجة من أعظم العبادات وفيه أجر عظيم فنزلت هذه الآية على قلبه كالماء البارد في يوم شديد الحرارة وعلم أنه منذ طفولته كان يسخط لأتفاه الأسباب ولا يعرف للصبر طريقة فاستغفر ربه وقام وتوضأ وصلى وبكى في دعائه وهو يطلب عفو الله عما مضى ثم عدل تماما عن فكرة الطلاق وفكر أن هذه هي فرصته الذهبية كي يصبر وينول رضا الله عز وجل بعد أن سخط وأذنب في حياته كثيرا وقرر أن يصبر على زوجته عسى أن يصلحها الله له مع مرور الوقت تحمل الزوج الصراخة دائمة في المنزل وكلما وضع القطن في أذنيه كانت تزيد من صراخها في عناد عجيب وكانت الآية التي كتبها أمامه على الحائط بخط جميل تمده دائما بشحنة جديدة من الهدوء والصبر ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما فظل يردده حتى رزقهم الله بطفل جميل وكان من نعمة الله عليهما أن كان هذا الطفل في منتهى الهدوء لا يكاد يصدر منه صوت بكاؤه حالم كأنه غناء حيث عوض الله الزوج بهذا الطفل الوديع عن صبره وفرحت به زوجته جدا ورق قلبها وقل صراخها ومع الأيام تخلصت تماما من أي أثر لصدمتها القديمة وأصبح الزوج على يقين تام بأن الصبر على البلاء هو أجمل ما يفعله المسلم في هذه الحياة وأنه السبيل الوحيد للوصول إلى شاطئ النجاة الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار شاب تقي ميسور الحال تعود يوميا أن ينام بعد صلاة العشاء ويستيقظ بعد ساعات ليقوم الليل ويدعو الله في الثلث الأخير وفي إحدى الليالي حاول أن ينامك كل ليلة إلا أنه لم يستطع فخرج من بيته وقاد سيارته دون أن يعرف إلى أين وفجأة وجد نفسه أمام بيت قديم تجلس أمامه سيدة فقيرة تحمل طفلها وتبكي قائلة يا رب قال رسولك الكريم في حديثه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله وها أنا أخذت بالأسباب وجئت إلى شقيق زوجي فأغلق بابه في وجهي وأعلم أن بابك لا يغلق اقترب الشاب منها وسألها عما يبكيها فقالت له أنا أرملة وطفل اشتد عليه المرض وجئت لشقيق زوجي ليذهب معي إلى مستشفى أو طبيب يعالج طفلي ولكنه أغلق الباب في وجهي وطردني أخذ الشاب الأرملة وطفلها وذهب بهما إلى الطبيب من أصدقائه فكشف على الطفل وأعطاه بعض الأدوية دون أن يأخذ مقابل ثم أعطاه الشاب مبلغا كبيرا وقام بتوصيلها وابنها لبيتهما وعندما شاهد الأثاث القديم تكفل الشاب بتجديد الأثاث وإعادة فرشه على نفقته كما خصص لها راتما شهريا فبكت الأرملة ودعت للشاب أن يحفظه الله من كل مكروه ثم قالت له كان أقصى حلمي أن أقوم بالكشف على طفلي فقال لها الشاب سبحانه من أبعد النوم عن عيني وجعلني أدخل بسيارة أماكن لم أشاهدها في حياتي كي ألتقي بك عاد الشاب لبيته وأقام الليل ثم نام بعض الوقت قبل أن يصحو لصلاة الفجر وفي الصباح وهو ذاهب إلى عمله وجد سيارة تصدم رجلا ويهرب صاحبها مسرعا قبل أن يراه أحد فنزل الشاب من سيارته وأخذ المصاب ونقله إلى المستشفى وعند وصوله قالت له إحدى الممرضات أن الرجل المصاب قد فارق الحياة فتم تحويل الشاب إلى أحد أقسام الشرطة واتهم بقتل الرجل فدهش الشاب ثم تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون وهو في بطن الحود لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وأخذ يدعو الله أن يفرج كربه وفجأة استدعاه الضابط إلى مكتبه وأفرج عنه بعد أن اعتذر له فقد اتصل به أطباء مستشفى وأبلغوه أن الرجل لم يمت بل كان فاقدا للوعي وأخبرهم أن الشاب هو الذي أنقذه من الموت وهو مدين له بحياته ابتسم الشاب وشكر الله كثيرا وتذكر دعاء الأرملة له بالحفظ من كل مكروع وتأكد تماما أن المعروف لا يضيع أبدا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بقرة بني إسرائيل في عهد سيدنا موسى عليه السلام كان رجل من بني إسرائيل عقيمة لا ينجب وكان هذا الرجل كثير المال ورغم ذلك كان شديد البخل مع الآخرين وكان له أبناء أخ فقراء فكانوا يحقدون عليه لبخله الشديد معهم رغم غناءه فقام واحد من أبناء أخيه وقتل عمه في ظلام الليل ثم حمل جثة عمه وألقاها على الطريق دون أن يراه أحد ومع شروق الشمس وجد الناس جثة العم البخيل ملقاة على الطريق فنظروا إليها في حزن وكان ابن أخيه القاتل من بين الناس الملتفين حول الجثة وقد أخذ يصرخ ويبكي كذبا على عمه احتار الناس وأخذوا يبحثون عن القاتل ولكنهم لم يتوصلوا إليه فقرروا الذهاب إلى نبي الله موسى عليه السلام وأخبروه بالقصة فأوحى الله إلى سيدنا موسى بأن يأمرهم هم بذبح بقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وأخذ شيء من أعضائها وضرب الميت بها وسيخبرهم بقاتله قالوا أتتخذنا هزوة دهش الناس وظنوا أن سيدنا موسى يهزأ بهم قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أي إن الاستهزاء من عمل الجاهلين وبعد أن أيقنوا وتأكدوا من جدية مسألة قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي أجابهم موسى عليه السلام قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون أي أنها بقرة وسط ليست بكبيرة ولا صغيرة فأخذوا يجادلونه بدلا من ذبح أول بقرة تصادفهم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها أجابهم موسى عليه السلام قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أي أن لونها أصفر يسر الناظرين لقد زاد جدالهم وتعنتهم ولم يعرفوا أن السؤال فيما لا يفيد ولا يغني من الحق شيئا لا خير فيه ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم لم يكتفي بنو إسرائيل بهذا بل أصروا على جدالهم وتعنتهم وضيقوا دائرة اختيار البقرة على أنفسهم وعادوا وقالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي طالبين بذلك مزيدا من التوضيح وكانت حجتهم في قولهم إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون أجابهم موسى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث أي ليست من النوع المذلل لحرث الأرض وسقياها مسلمة من العيوب كلها لا شيئة فيها أي لا لون فيها من غيرها قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون عندئذ قالوا الآن جئت بالحق يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبدا فتقديم مشيئة الله قبل كل عمل يراد القيام به نتيجته النجاح بعد هذا الجدال الطويل بدأ الناس من بني إسرائيل يبحثون عن هذه البقرة التي تتميز بهذه الصفات وبعد طول بحث وجدوا تلك البقرة عند شاب صالح أراد الله أن يعوض هذا الشاب على بره بأبيه فبر الوالدين نتيجته رضى الله وبرضى الله تكون السعادة للبار في الدنيا والآخرة فالعطاء من الله ليس بعده عطاء لذلك غطى بني إسرائيل جلد بقرة هذا الشاب ذهبا ثمنا لها وبعد ذلك قاموا بذبحها وأمسك سيدنا موسى بجزء من البقرة وضرب به القتيل فنهض من موته وأشار إلى القاتل دون أن يتحدث ثم مات ثانية وشاهد بني إسرائيل معجزة إحياء الموت أمام عينهم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه ومعنى ينسأ له في أثره التوفيق للطاعات والبركة في عمره رواه البخاري ومسلم